نرحب متابعنا على موقع توجينات فيديو اليوم سوف نخصصه لجديد إجازات التربية بالمدارس العليا للأساتدة والمدارس العليا للتربية والتكوين التي تم الإعلان عنها المفتوحة أمام حملت الباكالورية وكذلك أمام حملت باك بلس 1 وباك بلس 2 إذن بعد الدخول إلى توجينات بونات لدينا هنا مباراة ولوج إجازات التربية إذن نقوم بالدخول عبر هذا الرابط إجراءات الترشيح هذه السنة كما تلاحظون هناك تم توحيدها في موقع واحد إذن عدد المقاعد المخصصة بالنسبة لحملة الباكالورية كما تلاحظون من خلال هذا الإعلان هو 13445 بالنسبة لحملة باك بلس 1 وباك بلس 2 من أجل ولوج الفصل الثالث أو الفصل الخامس يعني السنة الثانية أو السنة الثالثة إذن عدد المقاعد هو 6766 مقعد إذن الترشيحات بالنسبة لحملة الباكالورية ولوج السنة الأولى تتم فقط عبر الانترنت من 22-7-2022 لغاية 31-8-2022 بالنسبة للطلبة حملت باك بلس 1 وباك بلس 2 إذن فهم غير معنيين بهذه المنصة طريقة الترشيح بالنسبة للطلبة سوف تكون داخل كل مؤسسة على حدة في وقت لاحق إذن الذي يهمنا هو ولوج السنة الأولى سوف نتميم الإعلان إذن كتذكير بالنسبة للمدارس المعنية هي كلية علوم التربية بالرباط المدارس العليا الأساتذة في كل من الرباط لناس رابا لناس فاس مكناس سيطوان كازابلانكا من راكش والمدارس العليا التربية والتكوين في كل من القنطرة والجديدة وأقادير وبرشيد وابن ملال ووجدا والمحمدية إذن هذا هو موقع التسجيل والذي سوف نقوم بتسجيل به إذن تم توحيد إجراء التسجيل عبر من الساعة واحدة من طبع الحال كمستجد خلال هذه السنة لتذكير في الإجازة التربية مدة الدراسة ثلاث سنوات بالنسبة لحاملة البكالورية إذن هنا لدينا تخصصات عدة تخصصات بالنسبة للإتدائي هناك الإجازة في التربية وبنسبة للتناوي هناك عدة تخصصات حسب تخصص مثلا تعليم تناوي تخصص لغة العربية تعليم تناوي لغة فرنسية تعليم تناوي إنجليزية رياضيات فيزياء وكيميا إلى غير ذلك كذلك معلوميات والتربية الفدنية هناك نوع الشعب البكالورية كما تلاحظون بعد تخصصات مفتوحة أمام جميع الشعب في حين هناك شروط بالنسبة للباقي التخصصات إذن نتميم إذن جديد هذه السنة كما أشرنا هناك يعني مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالانتقاء هناك انتقاء أولي تمهيدي تخصص له 60% هناك اختبار شفوي في وقت اللاحق التلاميذ الذين تجاوزوا الانتقاء تمهيدي إذن هناك اختبار شفوي يخصص بـ 40% سوف نأخذ المثال في وقت اللاحق لمعرفة هذه الأمور إذن هنا عدد المقاعد مثلا في كل تخصص مثلا تخصص الابتدائي كما تلاحظون 431 مقعد في الكلية علوم التربية بالنسبة لناس الرباط 431 لناس فاس 431 وهكذا بجموعة المقاعد المخصصة بالنسبة للنصليمون بخيمير يعني إجازة تربية تعليم تدائية 5606 مقعد هنا لدينا طريقة الانتقاء كما تلاحظون من خلال هذه الجدول كمثال سوف نأخذ مثال مثلا تلميذ بالنسبة للإجازة في التربية تخصص تعليم التانوية التاريخ وجغرافية هنا تلاحظون معامل الترجيح بالنسبة للاجتماعيات في ثلاثة لغة فرنسية في اثنان ولغة العربية في واحد لنفترض مثلا أحد تلميذ سوف يأخذ نقطة الوطني غالبا إذن النقطة مثلا نفترض أن أحد المطار الشحين حصل في الاجتماعيات على التسات عشر سوف نقوم بضرب 13 في تلاتة ليكون الخارج و 39 بالنسبة للغة الفرنسية سوف تكون نقطة الفرنسية في الجهوة إذا نفترض بأن هذا التلميذ حصل على 12 في 2 إذا الخارج هو 24 بالنسبة للغة العربية غالبا بالنسبة للعلميين سوف يتموا أخذ نقطة اللغة العربية في الجهوي وبالنسبة للأدبيين سوف يتموا أخذ نقطة الوطني في اللغة العربية إذا يتموا ضرب النقطة في 1 نفترض مثلا أن أحد المترجحين حصل على 15 في 1 هو 15 قم بجمع هذه المواد كما تلاحظون 9 ودقلاتون زايد 24 زايد 15 تعطينا 78 إذا كان هذا التلميذ من الشعب الأدبية إذا تضاف له خمسة 78 زايد 15 تعطينا 83 إذا كان مثلا من الشعب العلمية مثلا علوم الجريبية تضاف له ثلاثة في صحب المجموع 81 بمعنى أن تخصص تاريخ والجغرافية له هناك بعض الأفضلية للشعب الأدبية إلى حد ما والعكس بالنسبة للمواد العلمية كما تلاحظون هناك اختلافات من طبيعة العال إذا نتبه مثلا هذا المثال إذن هذه هي نقطة يعني نقطة الانتقاء إذن نقوم بضربها حسب ما أشارت إلى المذكرة هنا نقوم بضربها في 0.6 كما تلاحظون إذن هذا التلميذ حينما إذا تم اجتياز الشفاوي تمت المنادة عليه سوف يتم اجتياز شفاوي وهذا الشفاوي سوف يتم ضربه في 0.4 إذن حتى لا نطيل سوف نأخذ مباشرة إذن نقوم بالدخول إلى موقع السجيل إذن هنا لدينا حالتان بالنسبة للتلميذ الذين سابقا ونتسجلوا في كلية الطب إذن لكم كود مطبس وكود ما صار يعني رقم ما صار يتم الدخول والضغط على سو كونكتي بالنسبة للتلميذ الذين يعني الأدبيين مثلا أو الشعب العلم الاقتصادية أو الشعب التقنية أو البكارولي المهنية إذن هنا لابد من إنشاء حساب إذن هنا سوف نضغط على سنسكريغ إذن إليكم هذا المقتطف من طبيعة الحال كذا كير كيف يتإنشاء حساب بالنسبة لموقع كورسوس صفحة الموالية يتم اختيار باك ماروكين أو باك إترانجي نحن في حالتنا سوف نختار باك ماروكين ثم كونتوني في الصفحة الموالية يطلب مننا كود ما صار يعني رقم ما صار المتكوين من حرف وتسعة أرقام وهنا تم إضافة رقم الهاتف الشخصي تليفون إذن نضيف الرقم الهاتف ثم نضغط على منسكريغ كما تلاحظون إذن بعد ذلك تأتي هذه الرسالة انسكريبسيون غيوسي فيو باسيالي طاب سويفانت مرسي دو ريكوبري بوطر موطباس انوائي بوطر بوطر ميساجي تعليم بايم او إذن نتوجه إلى البريد أوفيس 365 طبعة الحال ثم كونيكسيون هنا نقوم بكتابة الموطبة توضيحゲームة الموطبة المستعمله هنا في التعليم هوا نفس الموطبة المستعمل في به 답بط مفائل مصار نفس كلمة المرور مجددا مشكلة في الدخول هنا إذن يكفي الدخول الى مصار المشترك وهناك يتم تغيير كلمة تمموط تمرير فى متبكر خيار في التعليم بالنسبة لباكحور الحل لمن ليس له كود دخولي تعليم يجب التوجه إلى كوندداتور يعني بوابة جيل باكحور كوندداتور وبعد الدخول في الأسفل سوف تجدون القن السري كفي الضغط هناك على إعادة تهيئة الكود ما صار ومطبع الحال سوف يشتغل الكود الذي يكم إذن قلنا بعد تسجيل الدخول سوف نتابع هنا من طبع الحال علبة رسائلة كما تلاحظون بعد الدخول إذن هنا غالبا الرسالة لن نجدها في علبة الرسائل ولكن بالبحث في كوري أنديزيرابل كما تلاحظون في الجانب كوري أنديزيرابل يعني الرسائل غير مرغوبة غالبا يتم الدخول سوف تجدون الرسالة المتوصل بها إذن بعد الدخول كما تلاحظون هذه الرسالة المتوصل بها من كورسوس سيب بون جوف بوائم آ وبها الكود الذي سوف نتابع من خلاله التسجيل إذن بعد إنشاء حساب طبع الحال لدينا رقم ما صار والمتوصل الذي توصلنا به في كود تعليم بوائم آ إذن نقوم بكتابتي هنا ثم الضغط على سو كونيك كما تلاحظون إذن اللي تفتحها هذه الصفحة إجازة في التربية تخصص تعليم تانوي مثلا الدراسة الإسلامية إذا كان هذا التلميذ يريد الترشح لهذا الشعبة أو لهذا التخصص يكفي الضغط هنا على هذا الرمز كما تلاحظون ثم تفتح هذه الصفحة إذن هنا يتم اختيار نوع الباكاروريا لونغ دو كونكوري إذن من طبع الحال هنا شفاوي إذن ليس هناك يعني لغة إذن الشفاوي من طبع الحال سوف يكون أمام الجنة فالدي ميزان فورماشيون كما تلاحظون إذن ننتظر بعض الشيء أوبراسيون غويسي ثم تفتح هذه الصفحة إذن قلنا اختارنا إذا في التربية تخصص تعليم تانوي إذن هنا يجب ترتيب تخصصات إذن هي توجد في مجموعة من الأماكن كما تلاحظون توجد في القناة الطيراء توجد بسيطوان توجد بفاس توجد بالرباط إذن يجب ترتيب هذه المدن التي تحتضن إجازة في تربية الإسلامية أو الدراسات الإسلامية إذن مثلا نريد وضع فاس في المرتبة الأولى إذن يكفي تحركها نحو الأعلى مثلا نريد وضع الرباط في المرتبة الثانية يكفي تحركها إلى المرتبة الثانية وهكذا إذن كما ترغبون إذن ترتيب للانتهاء نضغط على ثم هنا من طبع الحال نضغط على ترتيب وتغيير ممكن طيلة فترة الترشيح لمن أراد تحميل المطبوع يكفي تضغط هنا على كما تلاحظون وهذا هو المطبوع يكفي تضغط على ليتم تحميل المطبوع و لاحتفظوا به من طبع الحال بالنسبة لإجازة في التربية الدراسات الإسلامية لمن أراد إضافة تخصص ثاني إذن يكفي ترجع كذلك من مكان ثم هنا البحث مثلا في تخصص ثاني مثلا الإنفورماتيك هو تخصص متعلق بالتانوي إذن نوع الفاكاروري التي تسمح له لأنه شعبة علمية إذن هنا دائما نختار إذن ليس هنا اختيار الشفاء وكما أشرنا ليس هناك لغة ثم نختار فاليدي مزانفورماتيون ثم ننصدر بعض الشيء أوبراسيون غيسي ثم نعود من جديد لمكان لسانس الإنفورماتيون ثم نضغط عليها من جديد تفتح هذه الصفحة لنجد المؤسسات التي بها تخصص الإنفورماتيك مثلا وجدة برشيد مراكش مكناس إذن مثلا نريد وضع مثلا مراكش في المرتبة الأولى إذن يكفي تحريكها نحو الأعلى نريد وضع مثلا برشيد كمرتبة ثانية يكفي تحريكها نحو الأعلى وجدة مثلا في المرتبة الأخيرة أو في مرتبة الثالثة إذن كما ترغبون لكل واحد معايره في الترتيب أو الاختيار إما البعد أو القرب إما من طبيعة الحال يعني تواجد العائلة إما معاير أخرى لكل واحد من طبيعة الحال معايره في الترتيب المؤسسة إذن بعد الانتهاء إذن نضغط على انجتري ثم اوكي إذن لمن أراد طبع مطبوع من جديد كما تلاحظون تم الضغط على سوف يتم تحميل المطبوع يعني أن عملية الترتيب قد تمت بنجاح نعود من جديد ميزي سباس إذن نقرر العملية إذن التلميذ اختار سبقا من ترشح الطيب كما أشرنا سبقا ترشح لمباراة يعني إجازة في التربية تعليم ابتدائي ترشح كذلك إجازة في التربية من طبيعة الحال تخصص دراسة إسلامية ترشح إذن هذه التخصوصات التي ترشح إليها مثلا إذا أراد تغيير الترتيب في مؤسسة ما ندخل مثلا إلى موديفية كما تلاحظون سبب الابتدائي إذا ننتظر بعض الشيء ثم كما تلاحظون تفتح هذه الصفحة من جديد ثم نضغط من جديد على هذه المؤسسة ليجد ما تغيير ترتيب من جديد مثلا إجازات التربية كما ترغبون إذن توجد عدة أماكن الرباط فاس مراكش إذن نضع المدن التي نرغبها في الأعلى وهكذا للتوضح فالترتيب له أهمية كبيرة جدا فمثلا لنفترض أن هذا المترشحين وضع هذا الترتيب مثلا وضع بنسبان صليمون بخيمير وضعه جدا في المرتبة الأولى بني من المرتبة الثالثة برشيد إلى غير ذلك تجاوز الانتقاء أولا جدا المباراة شفوية تفوق فيها بنجاح ومنح له مثلا تخصص الابتدائي لمرتبة الثالثة كما تلاحظون المرتبة الثالثة هي برشيد إذا ما معنى ذلك؟ هو أنه سوف يمنح له المؤسسة تخصص الابتدائي ببرشيد وفي لوائح الانتظار إذا تواجدت هناك مقاعد شاغرة في المرتبة الثانية يعني بني من لال أو وجدة سوف يتنافس عليها من طبيعة الحال أما المؤسسة التي تلي ببرشيد يعني المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فهذه سوف تحدث أوطماتيكيا ويبقى يتنافس على المؤسسة التي منحت له والمؤسسات التي قبلها إذن هذه معنى منهجية أحسن اختيار من طبيعة الحال فوضحناها بالنسبة للمؤسسات لونسي جيلين صال ميتسين الأقسام التحديرية فبنفس الطريقة وبنفس المنهجية يتم كذلك تطبيقها بالنسبة للمدارس العليا للأساتدة والمدارس العليا للتربية وتكوين كما تلاحظون إذن نعتقد أن طريقة جيل فهي سهلة دائما بعد الانتهاء نضغط على أمغوجيستخيل يتم حفظ المؤسسات كما تلاحظون إذن من أجل الرجوع نضغط من زيس باس إذن هذه المؤسسات التي تم ترشيح لها من طرف هذا التلميذ وبذلك تنتهي عملية التشجيل بنجاح لا تنسوا مشاركة الفيديو بين أصدقائكم إن كانت لكم صعوبات أو تساؤلات نحن هنا إشارتكم بمنتديات توجينات بالتوفيق للجميع مهتاحيات فريق موقع توجينات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته